أول قاعدة في نادي القتال هي إنك ما تتكلم عن نادي القتال الثاني قاعدة في نادي القتال هي إنك برضه ما تتكلم عن نادي القتال قاعدتين متكذرة توري قدي إيش الموضوع جدا صارم ولا فيه لعب ولكن اليوم يؤسفني جدا أقول لكم إننا راح نكسر هذه القاعدتين المقدسة وراح نتكلم عن فيلم نادي القتال أو Fight Club أو بالتحديد راح نتكلم عن إيش الرسالة أو الدروس اللي يحاول يوصلها لنا الكاتب لو ما عندك خبر ترى الفيلم مأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم صدرت عام 1996 يا هل والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية في حال انكم ما تابعتم فيلم فايت كلاب احب اقول لكم شايم اون يو امزح معاكم يا شيخ بس جد يفضل انكم تروحوا تتابعوا لانه واحد من افضل الافلام اللي نزلت في اواخر التسعينات او من اروع الافلام اللي اختتمت التسعينات وعلشان اكون صريح معاكم فيلم فايت كلاب في كل مرة احس اني محبط او احتاج دفع جيدة في حياتي اروح تابعوا الفيلم تقييمه على موقع ايم دي بي 8.8 من 10 ومصنف في المرتبة 11 ضمن قائمة اعلى 100 فيلم تقييما وعدد الاشخاص اللي قيموه حوالي 2 مليون شخص وحوالي نصف مليون شخص من الاثنين مليون اتفقوا ان هذا الفيلم يستحق العلامة الكاملة عشرة من عشرة عشرة من عشرة يا معشر العظماء غير ان الفيلم من اخراج ديفيد فينشر وغير ان الفيلم من بطولة براد بيت وادوارد نورتن من جدك للحين ما قفلت الفيديو ورح تشوف الفيلم تمزح صح بس لحظة قبل لا تروح تتابع الفيلم لازم تعرف ان الفيلم يحتوي على مشاهد عنيفة الفاظ بذيئة ومشاهد بلاس 18 اما غير كذا احب اقول لك انجوي بس لا تنسى تسوي لايك وانت رايحوا بالمرة اذكركم تتابعوني على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي الروابط راح تلاقوها كلها في الوصف لا تكمل الفيديو ترى بنحرق عليك المهم يا جماعة تقريبا كل شخص تابع فيلم فايت كلاب ما يقدر ينكر ان الفيلم هذا فيه رسائل كثيرة علمها من علم وجهلها من جهل الفيلم مليان رسائل ورمزيات ودروس في الحياة بشكل مباشر او غير مباشر واكثر شيء ملحوظ في الفيلم واي شخص طبيعي يقدر يلاحظه ان الفيلم يحاكي الواقع البشري والروتين الممل والرتيب الروتين اللي نغمسنا فيه لدرجة نسينا كيف نعيش الروتين اللي علقنا داخله لدرجة لو حاولنا نخرج او نتخطح دوده نحس بالخوف والقلق وكأننا بنخرج من برى الامان الى برى الحرب والمعارك وسواء فهمنا الرسائل اللي في الفيلم او ما فهمناها بمجرد ما نتابع الفيلم رح نلاقي انفسنا ننجذب لقصته واحداثه بطريقة جدا غريبة رح نلاقي في هذا الفيلم متنفس جميل لكل افكارنا وتصرفاتنا المدفونة السؤال الاهم ليش؟ هل ان هذا الفيلم يخاطب العقل الباطن او لانه يخاطب الشخص المستخبي داخلنا من سنين طويلة الشخص المسجون داخلنا اللي يبغى يخرج للحياة الحقيقية اللي يحرص انه يشوفنا بشكل مختلف وبشخصياتنا المميزة مش مجرد نسخة مكررة في المجتمع سيداتي سادتي مراجعة اليوم ما هي لاحداث وقصة فايت كلاب الاساسية وانما لما هي الرسائل اللي يحاول يوصلها لنا كتاب وصناع هذه التحفة السينمائية سواء عن طريق الحوارات او المقولات اللي يطرحها للامان المقولات والاقتباسات والحوارات كثيرة جدا وما رح اقدر احصرها كلها في فيديو واحد ولكن بحاول اصلط الضوء على اهم الاشياء بغض النظر عن الاحداث وعن القصة وعن الاخراج وعن كل شي ثاني بغض النظر عن التمرد والعنف وعن اي شي ثاني برضو بغض النظر عن بطل القصة والانفصام اللي يعاني منه رسالة الفيلم الاساسية والاقتباسات او الحوارات اللي فيه لو دققنا فيها كويس رح نعرف ان الفيلم هذا ما هو مجرد فيلم قتالي وثوري الفيلم هذا اقل ما يقال عنه انه مادة تعليمية فاخرة مادة دسمة معقدة وسهلة في نفس الوقت مادة ما هي من مواد المدارس اللي اسستها المجتمعات بل مادة من مدرسة الحياة مباشرة كيف بالله؟ طيب كلنا نعرف ان الفيلم قائم على شخصيتين رئيسيتين شخصية الراوي او جاك وللامانة ما حد يعرف اسمه الحقيقي ولكن كان يقول عن نفسه جاك في بعض المشاهد في الفيلم فرح لناديه جاك واللي قدم دور الشخصية هو الممثل ادوارد نورتن وعندنا برضو الشخصية اللامبالية واللي معظم الناس ودهم يكونوا مثلها شخصية تايلر دوردن واللي يقدمها براد بيت واللي هي اصلا الشخصية المدفونة داخل بطل القصة او الصوت اللي داخل شخصيتنا الرئيسية جاك يا جماعة يمثل الشخص المتكرر في المجتمع نسخة من معظم الناس حوالينه شخص عالق في الروتين الممل يتأثر بالاعلانات وينجذب لها ويحب يواكب كل شيء يظهر في الدعايات يشتري مثل الناس ما تشتري يأثث من اكثر مكان الناس تحب تأثث منه يأكل من الاماكن المشهورة اللي الناس دايما تأكل منها يشرب من اشهر المقاهل اللي الناس تشرب منها كل شيء يسويه يحرص انه يتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع جاك ببساطة غارق في الروتين اللي يعتقد انه راح يوديه الى قمة السعادة غارق في تقليد المجتمع والناس من حوله لانه يعتقد انه تقليده لمن حوله راح يضمن له الحياة اللي يتمناها ولكن باللحظة اللي حقق فيها معظم الاشياء اللي كان يسعى لها المكان اللي كان يتوقع لو انه وصل له راح يلقى معنا الحياة واخيرا المكان اللي كان يعتقد انه كل المجتمع يحلم فيها لما وصل لها يكتشف انه ما عمل اي شيء يذكر وان حياته كلها كانت مضيعة وقت وتقليد للغير لا اكثر ولانه خايف يعترف لنفسه بهالشيء يبدأ يحاول يلقى معنى جديد لحياته ومتنفس لمشاعره اللي خذلها صار يخاف يجلس لحاله لان الصوت اللي داخله دائما يأنبه بل انه صابوا هالارق بسبب الخذلان اللي حصل لأحلامه وكما هرب من واقعها الرتيب والممل والمحبط جرب يجلس مع ناس يعانون من مرضى السرطان جرب يجلس مع معظم المجموعات اللي هدفهم انهم يهونوا على بعض مصائبهم وبعد كل هالتجارب البائسة بعد كل الضغوطات اللي مر فيها وبعد ما اكتشف انها مجرد مسكن ضعيف جدا لآلامه يخرج اخيرا الصوت اللي داخله الصوت اللي هو خايف منه صوت المنطق صوت الحقيقة الصوت اللي يحاول يرشده يحاول يخليه يستوعب مشكلة الواقع كل شي مكبوت داخله يخرج اخيرا ولكن على هيئة شخصية اسمها تايلر دردن وفي هذه اللحظة تتحول حياة جاك الى شي مختلف تماما حياة جديدة كليا تايلر دردن الان غاضب من المجتمع وعنده السيطرة بعد ما كان مدفون داخل جاك تايلر اكثر شخص فاهم الحياة تقريبا وطريقة سير الامور ولكنه كان مكبل داخل جاك لكن الحين تايلر صار حر ويبدأ ينفذ خطة الانتقام من المجتمع ويسعى لتدمير اهم واكبر الشركات اللي كانت تتحكم فيه وفي حياته ولكن ماهو بطيش وتسرع انما بخطة محكمة وعلى نار هادئة وينتهي الفيلم بالفعل بتحقيق هدف تايلر دردن وتدمير اكبر الشركات والمقرات اللي تتحكم في السوق او لها دور في تحريك افراد المجتمع هذه بالمختصر القصة او الاساس اللي تبنى عليه الفيلم لكن لو رجعنا للمحادثات والحوارات وبعض الاقتباسات راح نفهم ان الفيلم اعمق واكبر من كذا بكثير الفيلم يحاول يصحي كل نايم فينا الفيلم جالس يصرخ بعالي السكوت ويقول اصحى فخلونا نخوض في بعض المقولات والاقتباسات ونشوف وش يطلع معنا تخيلوا ان اللي فات كله هذا كان مقدمة دايم لعد خلوني اكتب مقدمة بعد كذا مرة طيب الاقتباسات كلها ترجمتها من الانجليزية للعربية وعدلت عليها بما لا يخل بمعناها واضفت لها بما يعزز معناها بحيث يسهل علينا فهمها وشرحها طيب الاقتباس الاول يقول فيه تايلر لجاك هذه حياتك قدامك وجالسة تنتهي لحظة بلحظة قدامك الكلام هذا ممكن دايما نقوله البعض في مجالسنا وجمعاتنا لكن ما اعتقد ان فيه كثير فكروا فيها الكلام بالشكل المطلوب او الشكل الصحيح الجملة هذه قالها تايلر لجاك لما شاف انه جالس يضيح حياته على امور تافهة اشترى شقة في مكان راقي وهو يقدر يسكن في بيت عادي اشترى اغلى اثاث اغلى تلفزيون اغلى كنبة اغلى طاولة اغلى واغلى واغلى ما يشرب الا من المقهى اللي الناس تروح له عشان تتصور مع كاساته وبعدين ايش انجزت في حياتك فعلا هذا تسميه انجاز اشتري اثاث وشوية اغراض هذا انجاز اوكي هو ماهو غلط انك تأثث بيتك وتدلع نفسك بس الفكرة انك تخلي هالاشياء هي هدفك الكبير في الحياة هذا هدف يخص عليك بس وجالس تسويه مو علشان نفسك جالس تسويه لان الناس جالسين يسووه طيب وبعدين اهو شوف هدفك اللي كنت مبسوط عليه تحقق وعمرك قاعد يروح وينقضي معاه وفي النهاية لما حققت هالهدف وشقتك صارت مليان اثاء هل حسيت بالرضا عن نفسك قطار حياتك ماشي وانت لسه جالس تعبي شنطتك باغراض ما لها لزمة المقولة اللي بعدها تقول الاشياء اللي تملكها في النهاية هي راح تملكك هالكلام برضو قالوا تايلر لجاك في يوم من الايام كل الاشياء اللي اشتريتها راح تملكك راح تخليك حبيسة لو تعلقت فيها اكثر من اللازم على سبيل المثال وعشان توضح الصورة بشكل اكبر الناس اللي تلعب بليستيشن بكثرة او العاب الفيديو بشكل عام في البداية تشتري الجهاز علشان تكون تتسل فيه وتضيع وقات فراغك بس بعد فترة تتحول الى شخص مدمن وتصير لاصق في الشاشة 24 ساعة قيم ورا قيم ورا قيم ورا قيم خلص اليوم عدة شهر مرت سنة وتستمر الحياة والناس تتطور وتتغير وانت ما زلت لاصق قدام الشاشة طالما انه جلستك على العاب الفيديو مو جالسة تجيب لك فلوس جالسة تضيع وقتك مو جالسة تطورك للأحسن اسحب عليها مو جالسة تقول لكم لا تلعب ويلعب وكلنا نلعب بس لا تصير مدمن على هالأشياء انت املكها لا تخليها تملكك مثال ثاني برضو عشان توضح الصورة هذه غرفة وتجهزها بأرقى وأغلى الأجهزة هناك ركن قهوة هناك إضاءات وهناك شاشات هناك وهناك وهناك تمليها أغراض فجأة تلقى نفسك حبيس هذه الغرفة معا تبغى تطلع معا تبغى تقابل أحد تصير إنسان غير اجتماعي وتتقوقع على نفسك مر يوم عدة شهر مرت سنة وتستمر الحياة والناس تتطور وتتغير وانت ما زلت مقفل على نفسك غرفتك ببساطة اللي حصل الأشياء اللي كنت تملكها صارت هي تملكك وخرج من قوقعتك الحياة فيها أشياء كثيرة تنتظرك تكتشفها المقولة اللي بعدها تقول الدعايات جعلتنا مهوسين بشراء السيارات والملابس والأشياء التافهة بل وصل فينا الهوس لدرجة صرنا نشتغل في وظائف نكرهها ونشتري أشياء ما نحتاجها علشان نتباه فيها قدام ناس نكرههم يا جماعة هالكلام كبير مرة كبير كم شخص تعرف وجاء وقال لك والله شفت إعلان لمنتج يخلي السيارة ما تغرق لما يجيها موية سيارتك لها عشرين سنة تتغرق في الموية فجأة قررت تشتري هذا المنتج يخص عليك ولا كم شخص جاء وقال لك والله شفت إعلان آيفون الجديد قيمته عشر ألاف ريال ودي يشتريه كم بنت تعرفيها جات وقالت لك والله شفت المكياج حق عبله واما الصبيان وعجبني بروح اشتريه هالمنتجات لو ما شفناها لو ما سمعنا عنها لو طنشناها وتجاهلناها تماما هل كانت حياتنا بتصير جحيم بدونها؟ ما أعتقد أنا عايش ومبسوط باللي معايا فجأة هالدعايات بتقرر وش الأحسن ليا؟ لا ومو بس كذا يوصل فينا الحال أحيانا إننا نشتغل في وظائف نكرهها ولا تليق بشغفنا وأحلامنا وتستهلك طاقاتا بس علشان نجيب فلوس ونشتري هالحاجات التافهة علشان إيش؟ علشان أقلد فلان؟ علشان شفته في إعلان؟ فكروا فيها وينتهي بك المطاف مفلس أو شخص بلا هدف أو شخص مهووس بمواكبة التفاهات المقولة اللي بعدها تقول لازم تطرد الخوف من حياتك لازم تعيش على مبدأ إنك راح تموت يوما ما الفكرة هنا إنه علشان تقدر تعيش الحياة بشكل كامل بحلوها ومرها لازم تفهم فكرة إنك بتموت كلنا عارفين إننا بنموت لكن هل فيه أحد يتعامل مع الموت على إنه شي جيد شي يحفزك إنك تخاطر إنك تتخذ خطوات جريئة إنك تقدم استقالة من وظيفتك اللي إنت ماكل تبن فيها وتشتغل في وظيفة تدعم شغفك إنك تسوي قناتك على اليوتيوب اللي إنت نفسك تسويها إنك تفتح مشروعك اللي نفسك تسويه إنك تطرح أفكارك وآراءك ولا تهتم للناس اللي يتنمرون عليك كل هالجرأة وكل هالخطوات الصعبة ما راح تقدر تأخذها إلا إذا أيقنت من جواتك إنك راح تموت في يوم من الأيام اطرد الخوف من حياتك عيش حياتك غامر ما راح تحس بهالكلام إلا لما يصير عمرك خمسين سنة على الأقل هذهك الساعة بتقول يا ريت ويا ريت بس وقتها بيكون فات الأوان فلذلك تحرك من الحين المقولة اللي بعدها تقول معظم الناس أو الناس العاديين دائما يتجنبون المشاكل أو المعارك أوكي حاجة كويسة أصلا إننا نتجنب المشاكل والمعارك لكن ما هو هذا المقصد الحقيقي في هذه المقولة الفيلم فيه نادي قتال وهذا شي طبيعي إنه يقولك في قتال ومعارك لكن المعنى الحقيقي من هالعبارة إنه طالما إنك جالس تتجنب كل شيء يثير خوفك عمرك ما راح تنجح ولا بتسوي شيء خايف تتكلم مع مديرك علشان يعطيك الترقية اللي أنت تستحقها لأنك جالس تقول في نفسك ما أبغى مشاكل هالخطوة ممكن تدخني في حوسة ودوسة خايف تفتح قناة على اليوتيوب لأنك خايف أنك تفشل أو لأنك خايف أن الناس تتنمر عليك أو تقول عنك كلام يجرحك حرفيا إن تجالس تتهرب من المشاكل والمعارك مو الجسدية المعارك اللي المفروض تخوضها علشان تصير في المكان اللي أنت تستحقه المكان اللي يرضيك ويرضي نفسك وطموحاتك لازم تخوض في مشاكلك لازم تدخل في معارك الحياة لا تكون جبان من إنك تخطو خطوة ترضيك وترضي نفسك اطلب ترقيتك اللي أنت تستحقها افتح قناتك على اليوتيوب افتح مشروعك الخاص سوي شيء جديد لنفسك لا تكون نسخة متكررة في المجتمع ما رح تقدر تعرف إنك ضد الرصاص إلا إذا جاتك رصاصة واحد برات اختراع يا مدير على المثل القوي اللي أنفته إن شاء الله أني أنفته المقولة اللي بعدها تقول فيما معناه يعني حسيت إنه الترجمة الحرفية مملة فقلت أترجمها بطريقتي المقولة تقول طز في المثالية طز في الكمال أترك نفسك تطور أخرج من دائرة الراحل لإنت غرقان فيها هذه المقولة برضو قالها تايلر لجاك لما جاك كان يحكي عن إنه حزين على شقة المحروقة والأثاث اللي راح فيها الأثاث اللي صرف عليه ثروات طائلة وإنه خلاص بيروح فيها وكل شيء سعى لأجله صار رماد وإنه الآن حاط الأمل على شركة التأمين إنها تعوضه رد عليه فيما معناه طيب أنت تتوقع أنك وصلت لمرحلة الكمال أو المثالية وهالشي خطأ لا تتمسك في الأمل الكذاب شركة التأمين وترك نفسك تتبهذل وترك نفسك تتلطن في الحياة ما رح تتغير ما رح تتطور إلا إذا لعبت فيك الحياة يمين يسار فوق تحت أما إنك توصل لمرحلة من الرخاء وتقول خلاص بوقف هنا بكمل حياتي على هالمستوى زي باقي الناس مع ليش أنت جالس تسيء لنفسك ولقدراتك ولكل حلم حلمت فيه رح تكون مجرد نسخة إضافية لمجتمع مليان نسخ منك المقولة الأخيرة واللي بعدها بنختم فيها الفيديو هي للأمانة ما هي مقولة بشكل كامل ولكن واحد من المشاهد المهمة في الفيلم واللي جات شطحة كذا خارج الأحداث في واحد من المشاهد راح جاك هو تايلر إلى محل ومسكوا الشخص هذاك وطلعوا برا المحل وبدأ يهددوه إنه راح يقتله وقال له تايلر إيش حلمك تصير قال أبغى أصير طبيب بيطري قال له وش مقعد أهلك هنا طيب لو جيتك بعد كم أسبوع وما لقيتك حققت حلمك وصرت طبيب بيطري بجي وأكتله الفكرة هنا إنه تايلر حطها الإنسان في أسوأ ظرف ممكن يتعرض له حط الموت قدامه وقال له هل أنت مستعد تموت الحين وإنت لسه ما حققت حلمك تبغى تموت وإنت شغال في محل بقالة أو خردوات ولا تبغى تموت وإنت محقق حلمك أو الشي اللي أنت تطمح له تتوقعون بعد هذا الشخص ما راح يحقق حلمه أتوقع بيحققه لأنه شاف الموت قدامه وش بيمنعه فيب كان مشهد مرة مهم وملهر ولكن لأن المخرج ديفيد فينشر فطبيعي يكون بالقسوة هذه هذه تقريبا هم الاقتباسات اللي شدت انتباهي في الفيلم والعلمكم الفيلم مليان اقتباسات وحوارات ثرية انسوا فكرة التمرد وفكرة نادي القتال والعنف والجنس والحوث اللي فيه هذه كلها مجرد حبكة علشان توصل لك الفكرة الأكبر لأنه فايت كلاب مثل ما قلت لكم وهو مجرد فيلم عن أندية القتال والتمرد والثورات الفيلم مادة تحفيزية بكل ما تعنيه الكلمة شاركوني أراءكم عن الفيلم وعن المقولات والحوارات اللي اقتبست منها وأكيد لو في شيء ودكم تضيفوه أو ما صلتت الضوء عليه وتحسوني أنه مهم يسعدني جدا أقرأ تعليقاتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم